موسيقى بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين اليوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة ورسالة ربنا يلينا النهاردة أيضا علامة من علامات الطريق الذي نسلك فيه في المسيح يسوع يقول لنا كده أنا قد جئت نورا للعالم حتى أن كل من يؤمن بي لا يمقص في الظلمة وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه لأنني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم من رزلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير وهنا علامة من علامات الطريق أنه إذا كنت أنت في الطريق صحيح أنك تؤمن أن المسيح هو الديان العادل ونحن في هذا العالم ليست مكان للدينونة الآن إنما الدينونة تأتي حينما يظهر كل واحدا مننا ويقف أمام كرسي المسيح لينال كل واحدا مننا ما صنع بالجسد إن كان خيرا أم شرا وبالتالي إدراكنا أنه في هذا العالم المسيح لا يديننا إنما يريد أن يخلصنا إدراكنا لأن هذا الطريق هو طريق الخلاص علشان كده يحمل هذا الطريق في هذا الوقت الذي نحن فيه في الجسد يحمل لنا فكر الخلاص فكر تحنن الله علينا الله يتحنن على البشر يمهلهم يعطيهم فرصة لأنه يأتي بعد ذلك الدينونة علشان كده يخلي بالك الطريق هو أننا ندرك أننا في المسيح لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع السالكين بحسب الروح وليس بحسب الجسد علشان كده ليه إحنا لا شيء من الدينونة علينا الذين نحن في المسيح الذين نحن في الطريق في المسيح يسوع ليه علشان من هو الذي يدين من سيشتكي على مختارية الله زي ما قالنا بولوس الرسول في رمية 8 من سيشتكي على مختارية الله الله الذي يبرر بعدين يرجع يقول لنا المسيح الذي يديننا الذي هو الديان بل بالحرية الذي مات الذي يبرر الذي يدين الذي مات من أجلنا صنع فداء ليه ده كله علشان احنا نتحول إلى صورة المسيح يحملنا فيه يكون لنا الحياة الأبدية حينما نقف أمام كرسي المسيح ويكون لنا صورة المسيح مطبوعة فينا ختم الروح فينا لا شيء من الدينون على لدينا في المسيح يسوع السالكين في الطريق الحق الذي هو المسيح ربنا يبارك فيكم والإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمسيح